موسيقى مرحبا برنامجي اليوم سوف أتحدث عن الاساسي اليوم سوف أتحدث عن الاساسي حاجة يتخبط الناس كتير مع انها سهلة و مهمة جدا ما هي الفكرة الاساسي؟ الاساسي فكرة الاساسية ان انت تبدأ الجملة بالمفعول بك ليه؟ علشان هو اهم حاجة في الموضوع اللي احنا بنتحدث عنه انت بتتكلم عن حاجة معينة هي المهمة تبدأ بها الطبيعي ان احنا بنبدأ الجملة بالفاع بتقول مثلا ايه؟ he ate the apple يعني ايه هي ايت the apple هو كلم التفاحة بس لو الموضوع بتاعك عن التفاحة نفسها بتبدأ الجملة بالتفاح فبتقول ايه؟ بتقول the apple was eaten فازاي الاساسي يشتغل الاساسي يكون مفعول به بعد كده verb to be في كل ازمنته اللي هو am is are was were will be وبعد كده بيجي ال past participle ايه هو ال past participle ده؟ ده الشكل الثالث من الفعل اللي هو مثلا do did done فdone ده ال past participle ودايما ال past participle في اغلب الوقت بيبقى شبه ال past اللي هو الشكل الثاني بيبقى دايما شبهه يعني مثلا painted painted برضو الثالثة ال past participle فازاي بقى ال passive بيشتغل؟ هاديك مثال عشان نفرق بين ال passive وال active لو قلت مثلا he stole the necklace هو سرق السلسلة عايزين بقى ان نتكلم عن السلسلة نفسها واحد بيقولك ايه فين السلسلة ايه راح تحصل لها ايه فهتتكلم عنها هي فهتبدأ الجملة بيها علشان هي المهمة هتقوم قايل the necklace was stolen شفت جات ازاي؟ بدأنا بال necklace بعد كده قلنا was بس علشان في الماضي بعد كده قلنا stolen اللي هو ايه past participle من steal steal, stole, stolen فده عشان في الماضي بس لو مثلا اتكلمنا على حاجة بتحصل في الحاضر على طول بتحصل دائما ممكن نقول ايه مثلا هنقول the iPhone is produced in China يعني ايه the iPhone is is عشان حاضر بيحصل produced يعني ايه بيتصنع في الصين the iPhone is produced in China the iPhone is produced in China فدي برضو حاجة مهمة فانت ممكن تستخدم الباسب في كل التنسز اللي تتخيئها حاجة مثلا زي present perfect for example I have read the book تمام انا اريد الكتاب قبل كده بسايز اقولها في passive عايز اتكلم عن الكتاب بقول ايه the book has been read ليه has been علشان has للكتاب has بتيجي للمفرد بعد كده been ايه دايما بييجي بعد have و has كفعل مساعد ال past participle فهاز بعد كده been اللي هي ال past participle بتاع be بعد كده بنقول ايه read علشان في ال passive بعد be بييجي ال past participle فهاز been read وهي دي فكرة الاساسية لو عندك اي اسئلة سبها لي في ال comment لو عقبك الفيديو please share okay and thank you very much for watching